اقرأ من قوله تعالى بداية سورة الفرقان اقصروا منكم من سورة الفرقان كثافوا بل كذبوا بالساعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذين هم ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فقال الذين كبروا إن هذا إلا إفكني ابتراه إن هذا إلا إفكني ابتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهية لا عليه فهية لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان وفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا كبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبه بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا شكرا